موسيقى فإذا لقيتم الذين كفروا والمقصود هون يعني وين ما بتلاقي ولا المقصود المعارك المعارك طبعا مش وين ما بتلاقي الذين كفروا تفهموني غلطوا بعدين المقصود هون المعركة المعارك فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقابة ضربا يعني بمعنى آخر في المعركة القانون اللي لازم يمشي في المعركة القتل عند كل الأمم إيش القانون طالما المعركة قائمة معناته مش قادرين نتفاهم قبلها إحنا فبصير بدنا الآن اللي يحسم الموضوع إيش القتال معناته ألاحظوا تعبير قتال وقتل وهذه قد تبدو لبعض الناس إنها يعني فيها شدة بس أنا شايف فيها لين وأسهل طريقة للقتل خصوصا قديما إيش ضرب الرقاب هذه أسهل طريقة هذه الأسهل اللي اللي هي أكثر رحمة في القتل طالما الموضوع القتال هو إيش القتل القتل حتى في الأخير طرف من الأطراف يضعف تمام القتل معناته حتى يضعف طرف ولكن أسهل طرق القتل قديما شو كان ضرب الرقاب هذه أسهل طريقة على فكرة في الموت وما بشعرش فيها فعبر عنها ولكن هي طبعا معروف إنه المقصود بضرب الرقاب اللي هو القتل يعني يعني مش بالضرورة خصوصية ضرب الرقاب بس هذه كانت ضرب الرقاب أسهل طريقة في القتل أثناء القتال لأنه أثناء القتال إذا بتعرفه في السيوف وغيرها كان ممكن يكون في الطعن وفي تقطيع الأيدي ور أرجل والتفاصيل هاي كلها لكن هو طبعا الغرض بالدرجة الأولى في القتال يكون في قتل مشان يتطرف هذا المقابل إنه يتوقف عن القتال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم وهذه آية عجيبة لماذا عجيبة لا تجد في أي أمة من الأمم عبر التاريخ كله مثل هذه الآية اللي بأمرنا الله سبحانه وتعالى إنه لما بدنا نحارب بدنا نسلك المسلك التالي راح تلاحظوا إنه هذا ما يتفرد به الإسلام على كل الأمم ويفتخر المسلم فيه الآن لأنه مش راح يجي حدا يقول لك في عرض المعركة ما تضرب شرقة هذا ما مفروغ منها ما هي معركة حتى إذا أثخنتموهم شوف العجيب العجيب ما بدوش يتكلم عن إبادة القضية مش قضية الإبادة إذن القضية مش قضية الإبادة طب ليش ببدأ أنا بالقتل في المعركة ما هي المعركة هيك هيك مقصود منها من الطرفين أصلا تمام حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء عجيب أثخنتموهم إذا بتلاحظوا بعض السوائل لما تبدأ تتجمد بتصير إيش سخينة شو يعني سخينة يعني مشيها بطي المقصود بالدرجة الأولى البطء في الحركة والفاعلية في الثخين ولذلك الناصح اللي بيمشي شوية شوية شو بقولوله سخين معناته إيش حتى إذا أثخنتموهم يعني حتى إذا كان وقعكم عليهم شديد بحيث خفت فاعليته وقدرته على الحركة يعني أبطلته الآن قدرته على القتال هاي أثخنتم إذا كان القضية أرض المعركة شو القانون ضرب الرقاب حتى شعرتوا إنه الآن هم أثخنوا بصير الآن القانون إيش مش القتل انتبهتوا الآن المبادئ المبادئ الفروسية إذا صح التعبير شوفها إذا هو مش القصد إبادته لأن الأمم الثانية إذا شعرت إنك ضعفت وقلت حرستك وفعليتك بيبدو يقتل فيك بيبدو يقتل فيك لا هو بيقول لك طالما هو فعال وفي أرض المعركة بتقتل تشعر إنه ضعفك وحركت وخفت وهلس وابدأ آه ووقف الكتر إذا شو المقصود فيما تقول فيش فيش عفك على وجه الكرة الأرضية مبدأ قديما ولا حديثا مثل هذا إحنا مش في حرم الآن إحنا الآن بدنا نفهم المبدأ بدي يعطيك القانون في عرض المعركة وهو فعال ومتحرك تقتل شعرت إنه ثخن إيش يعني أيوة خفت فاعليته ومعندوش قدرة الحركة مش تقعد تستمر في القتل شو بتعمل الآن بيجي قانون الثاني اللي بعده فشدوا الوثاق الأسر أما في الأمم الثانية شو بقول لك لما حركة لما بتشعر إنه ضعف اذبح حتى إذا أسخنتموهم طيب هاي هم صاروا ما فيش فاعلية فشدوا الوثاق ترجمة نانسي قنقر